الحمد لله الحمد لله القادم في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أمواتكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراب منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان منكم أحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه نعا وكان ذلك على الله يسعا أحمدك اللهم حمداً يليق بجلالك وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالاً يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حقاً فلهم النار يوم القيامة نعوذ بالله من ذلك اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد عنيى ديننا الحنيف بكل ما ينظم شؤون حياة الناس وهو فن صناعة الحياة لا صناعة الموت وعنيى بكل ما يحقق الأمن النفسي والأمن المجتمعي للناس فما أجمل أن يعيش الناس في أمن نفسي وطمأنينة على شؤون حياتهم وما أسوأ أن يكون الناس في خوف وهلع ولا سيما عندما يتصل الأمر بالغش في طعامهم أو في شعابهم أو في دوائهم أو في كسائهم أو في متطلبات حياتهم ومن هنا وضع الإسلام قواعد واضحة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم البيعان وهم البائع والمشتعي معا بالخير ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا كل منهما فإن صدقا وبينا بوئك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما كذب في أي شيء يتصل بالبيع وكتم البائع عيوب سلعته وإن كذبا وكتما محقت باكة بيعهما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم إياكم وكصة الحلف في البيع الذين يحلفون كسيرا بغير حق إياكم وكصة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ربما تبيع لكنه يمحق الباكة إياكم وكصة الحلف في البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق الباكة ويقول صلى الله عليه وسلم سلاسة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة عجل حلف على سلعة أعطى بها أكثر مما أعطى يقول لك أقسم وهو كازم يقسم أنه اشتراه بكذا وأن البيعة عليهم الخسارة وأنه كذا وهو في كل ذلك كازم هؤلاء لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وإن صاموا وصلوا وزكعوا وسبحوا وقاءوا القرآن وانقطعوا في بيوت الله وزعموا أنهم مسلمون لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم عجل حلف على سلعة أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب وأجل حلف على يمين كاذبة ليقططع بها ما لم يرئ مسلم وأجل منع فضل مائه فيمنعه الله فضله يوم القيامة ويقول له اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك واختصم أجلاني عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من حضاموت والآخر من كدة فقال الحضامي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن هذا الرجل غلبني على أرض لي ورستها عن أبي أخذ أرضي عنوة فقال الكندي يا رسول الله هي قادي في يدي أزاعها وليس له عندي شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضامي ألك بينه عندك عقد عندك شهود عندك دليل على أن هذه القادي لك قال لا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه ما دامت لا توجد لك بينه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ليس لك إلا الحلف فقال الحضامي يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على أي شيء حلف كما يقولون في المسأل العمي إذا قالوا لللص احلف فقال فقد جاءك الفاج قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على أي شيء حلف فلما أقبل الرجل ليحلف قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله أما والله لإن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقى ليلقين الله عز وجل وهو عنه معارض يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق مرء مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة لأن الجملة الأولى أوجب لهم نار قد تكون مدة محددة ثم يأتيه العفو الإلهي لكن وحرم عليه الجنة تأكيد على تخليده في النار تقول نبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق مرء مسلم فقد أوجب الله له النار يدخلها ابتداءا قالوا وإن كان شيئا يسيان يا صلى الله قال نعم وإن قضيبا من آك أي وإن كان مقضاء عود السواك أو ما يسوي قيمة عود السواك وكل جسد نبت من سحط فالنار أولى به فالخام قتل للنفس يقول الحق سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاة عن طاض منكم ولا تقتلوا أنفسكم هذا تأكيد على أن من يأكل الحام يقتل نفسه ويدمعها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم أحيما ومن يفعل ذلك عدوانا اعتداءا على حقوق الأخرين وظلما لهم وظلما لنفسه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليهنا وكان ذلك على الله يسعى نعوذ بالله من الحام ومن الغش والغشاشين والحلف الكازم ونسأل الله أن يغنينا بحلاله عن الحام وبفضله عن من سواه توبوا إلى الله واسألواه العفو والعافية ترجمة نانسي قنقر وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى وبعد فهناك بعض الأيام أو المواسب أو المناسبات التي اعتاد الناس فيها الإقبال على الشراء مع أن الصوم في الأصل هو أمر تعبدي قائم على الطاعة لا حاجة فيه من فضل الله ولكن دون إصراف أو تبزير خير أن الذي نركز عليه في حديثنا هذا هو أن بعض الناس يستغلون إقبال بعض الناس في مناسبات معينة على سلع معينة فيخرجون ما كان كاسدا وما كان فاسدا أو أوشك على الفساد أو ما كان غير صالح أو ما كان رديا ويوهم الناس على أنه أحصم لضاعة وأفضلها وهنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس مننا من غش أمتي فليس مننا وفي صحيح مسلم في حديث صحيح من غش فليس مننا بتقدير المفعول من غش أي أحد لا يجوز لك لا أن تغش المسلم ولا غير المسلم ولا الغني ولا الفقير فالمسلم القويم لا يمكن أن يكون غشاشا ويكفي أن يقال فلان غشاش ولا سيما وعندما يقترن الغش بالأيمان الكاذبة إذا كان مجرد الحلف مجرد الحلف كالصاعة الحلف حتى لو كنت صادقا كصاعة الحلف مجرد كصاعة الحلف تزهب الباكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وكصاعة الحلف في البايع فإنه ينفق السلعة ويمحق الباكة فما بالك باليمين الكاذبة وقد قالوا سلاسة تعجل لها العقوبة في الدنيا الغد واليمين الكاذبة ويسميها العلماء اليمين الغموس لأنها تغنص صاحبها في نار جهنم وقد المعتزر خائبة قالوا أيضاً وعقوق الوالدين الإسلام قائم على الأمانة والتسامح والرحمة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلابد للبائع أن يضع نفسه موضع المشتري وللمشتري أن يضع نفسه موضع البائع وأن يقوم الأمر على الطاد والتسامح إلا أن تكون تجارة عن طاد منكم ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحمى الله ما أن سمحاً أحمى الله ما أن سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشتاع سمحاً إذا اقتضى وقال صلى الله عليه وسلم دخل رجل للجنة بسماحته بسماحته قاضياً ومتقاضياً وقال صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين لم يقر التاجر المصلي ولا الصائم لأن التاجر إذا صل وصام واعتكف في المسجد وحفظ القرآن واستزار عن ظهر القلب ثم غش الناس فمن تفع بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فمن لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ورب صائم ورب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه والعياذ بالله من ذلك والقرآن حجة لك أو عليك إذن القضية ليست في مجرد الحفظ أو مجرد العبادات المفعوضة إنما هي في تحول ذلك إلى سلوك عملي ومعاقبة حقيقية لله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوة هي معاقبة الله في السر والعالم قال التاجه من؟ الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم التاج والصدوق في ظل عاش الرحمن يوم القيامة أما عندما يتحول الأمر إلى ما يشبه النصب والاحتيال واستغلال عواطف الناس فتجد الرجل مثلا يضع على لافتة محله أو تجاراته اسما يدل دلالة إسلامية مثلا كي يقول الصدق والأمانة ويجعل الآيات القرآنية في وجهة المحل ويضع المصحف في مقدمته والقرآن يعمل عنده ليلة نهار ثم بعد ذلك لا يكون أمينا مع الناس هذا عقوبته عقوبة عقوبة الغش وعقوبة النفاق وعقوبة المتاجرة بدين الله لأن الناس تقول إذا كان هؤلاء فماذا نصنع وماذا صنع فيهم الدين هؤلاء إن لم تكن تجاراتهم صدقا وأمانة وبيعا ووفاءا على قدر مظهرهم ومسلكهم فإنهم يسيئون لدين الله مرتين مرة بالغش ومرة أخرى بالمخادعة والنفاق فمن أظهر للناس خلاف ما يبطن فهو منافق فعندما تتمظهر بمظهر الإسلام يجب عليك أن تطبقه سلوكا وواقعا وعندما يتاجه الإنسان بدين الله يمحق الله الباكة من حياته ومن طلب الدنيا بعمل الأخاه محقت باكة حياته وطمص على قلبه وأثبت في أصحاب النار لأنه بدل أن يدعو الناس إلى دين الله ينفع الناس من دين الله الدين المعاملة الدين حسن الخلق إذا أردت أن تعرف دين الرجل فقف عند بيعه وشرائه وحله وحرامه فإن كان وقافا عند حدود الله محلا للحلال محرما للحرام فهو الذي استفاد من دين الله أما إن كان لا يحل حلالا ولا يحرم حراما فذكره بقول رسولنا الكريم كل جسد نبت من سحط فالنار أولى به وقوله صلى الله عليه وسلم إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فله النار يوم القيامة نسأل الله العلي العظيم أن يغنينا بحلاله عن الحرام اللهم اغنينا بحلالك عن الحرام اللهم اغنينا بحلالك عن الحرام وبفضلك عما سواك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل القرآن الكريم وبيع قلوبنا وشفاء همنا وغمنا اللهم ازقنا العمل به واجعلوا قائدنا إلى الجنة لا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن الكريم حقة لنا لعلينا اللهم ازقنا حسن الفه اللهم بلغنا عمضان اللهم بلغنا عمضان وازقنا فيه الحلال والصلاة والصيام والقيام واجعلنا فيه وقبله وبعده من عتقائك من النار وصل اللهم وسلم وزد وبائك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعرض الله اقن الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقتا